السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم الآن إذا كنت لا تعرف ما هو Emax فالوضع طبيعي جداً قبل أن أستخدم Linux كمان لم أكن أعرف ما هو Emax ولحد الآن لليوم لسه لا أستخدم Emax باختصار Emax هو عبارة عن محرر نصوص Text Editor قابل لإني ضيف عليه الكثير من المميزات فممكن إني حول Emax إني أستخدمه كمتصفح إنترنت ممكن إني أستخدمه كويندوم مانجر ممكن إني أستخدمه كتقويم كالندر ممكن إني أستخدمه لسجل ملاحظات ممكن إني أستخدمه كأيميل كلاينت وكثير وكثير من الشغلات الآن هو Emax بحد ذاته بسيط جداً أو ما في أي إضافات بس كل هاي الأمور بتنضاف عليه لحتى يصير نظام تقريباً نظام تشغيل متكامل طيب هلأ بيأتي واحد بيقول بس أنا في عندي الفيم وهي النقطة اللي بدي أحكيها أنه أنا من أول ما بدأت استخدم اللينوكس لحد اليوم وأنا عمالي استخدم الفيم وما رح أترك الفيم بأي وقت من الأوقات لكن ليش أنا بدي استخدم الإيماكس طبعاً الإيماكس في وقت اللي بتسمع ناس أو تشوف فيديوهات بيحكو لك عن شغلتين أساسيات بالإيماكس ألا وهنين الإيفل مود والأورج مود الإيفل مود اللي هو بيخلي الإيماكس يعمل عملية محاكات للفيم فبيصير في عندك نفس الكي بايندينجز بيصير في عندك نفس المود أو الوضعيات الموجودة بالفيم بيصير في عندك يعني أنت بتصير إذا أنت متعود أنك تستخدم الفيم ومتعود على كل الأمور اللي موجودة بالفيم رح تلاقي عملية الإنتقال للإيماكس أسهل بكتير والشغلة الثانية اللي بتسمع كل الناس بتحكي عنها اللي بتستخدم الإيماكس بتحكي عنها اللي هي الأورج مود طبعا هلا أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لهذا الفيديو ما رح أدخل بهي تفاصيل بالمرة لأنه أنا واحد مبتدئ مبتدئ بالإيماكس طبعا أنا بعرف شو هو الإيماكس من فترة طويلة بس ما كان في عندي حاجة إني أستخدمه أو ما كنت شايف الضرورة لإني أستخدمه لحد ما اكتشفت هالنقطة اللي بالفعل يعني هي الوحيدة اللي رح تخليني إني إنقل للإيماكس ألا وهي الفرق الوحيد بين الإيماكس والفيم هو دعم اللغة العربية للأسف الفيم ما بيدعم اللغة العربية بشكل جيد أبدا في حين إنه إيماكس بشكل أوتوماتيكي وبدون ما تعمل فيه أي شيء بدون ما تعمل أي إعدادات أو configuration رح تلاقيه بيدعم اللغة العربية بشكل ممتاز هلا إذا إجينا للجنون.org ورحنا للمكان اللي بيحكي فيه عن دعم اللغات بإيماكس رح تشوف إنه الإيماكس بيدعم اللغة العربية أو البي ديركشنال مبشر ومضروري اللغة العربية العربي الفارسي العبري هاي كل اللغات اللي اللي بنكتبها من اليمين لليسار فهي البي ديركشنال تيكست فشوف إنه الإيماكس في عنده دعم بشكل ممتاز لهي اللغات فشوف إنه هون رح يقلي إنه أبيعطيها أو الترتيب المناسب فإذا المستند أنا بادي فيه باللغة العربية يعني أول كلمة أو أول حرف كان حرف عربي فهو رح يخلي من اليمين لليسار خلينا نجي للإيماكس هلا أنا هاد مثل ما حكيت لسه أنا ما عملت ولا خطوة بالإيماكس أنا عملت شوية إعدادات بس لح تغير المظهر والألوان بس هاد المستند اللي أنا فاتحه بدون أي configuration file مثل ما اللي شايف إنه هلا أنا بدي أكتب أي نص هلا أنا رح اختار اللغة العربية خلينا نكتب أي شيء فمثل ما اللي شايف يعني أنا بس مجرد أني كتبت حرف الها هو بشكل أوتوماتيكي أخذ لي المؤشر أو البوينتر حطه على يمين الشاشة هلا إذا جيت لحتى أكتب أعمل ميكس بين العربي والإنكليزي كمان شايف إنه خلالي السياق الكلام أو الأوردر بشكل صحي يعني حط لي بداية السطر بمكانه الصح الإنكليش تكست خلاها بمكانها المناسب والنص العربي أجت بعد الإنكليش تكست فما غير عندي أي شيء لو أجينا مثلا حاولنا أنه نعكس الآية نبلش بكلمة إنكليزية ونشوف بهدها الكلمات العربية فكمان شايف إنه خلالي الكلمة العربية أو الكلمات العربية بمكانها الصحيح في حين لو أجيت للدوكمنتيشن الخاصة بالفيم سأشوف بالفيم يقول لي أنه أنا لازم فعل مود أو فعل خيار اللغة العربية أو البي دي ريكشنل لحتى أنه يتعرف عليها وحتى بهذه الحالة لازم يكون في عندي الترم بي دي أو في عندي كتير أمور أو لازم يكون في عندي الترمينال بتدعم اللغة العربية وطبعا للأسف أغلب الترمينال ما بتدعم اللغة العربية بشكل صح فأنا لو أجيت لما لف أو لو أجيت لحتى أكتب أي شيء بالفيم فهلا أنا هون فيها عندي كمان مستند وهذا الفيم بدون أي إعدادات فخلينا نكتب نفس الكلام اللي جربنا من البداية طبعا ما رح أكتب أكتب من هيك لأنه هاي الكلمات اللي كتبتها أنا كتبت هذا النص باللغة العربية ومثل ما ليش هاي فيها يعني غير قابل للقراءة وغير قابل للاستخدام هلا إذا واحد إجاء طيب أنت ليش ما بتستخدم الليبري أوفيس أو الجي أديت أو الجيني أوكي كل هاي البرامج أنا بعرفها وممكن أن يستخدمها بس شو اللي بميز سواء الفيم أو الإي ماكس اللي بميزهن أنه أنت بتستخدم الكيبورد لتعمل كل شي بدك يا الماوس ما بتستخدمها طيب إذا جيت وقلت لي طيب ليش ما بدك تستخدم الماوس لأنه بالأساس أنت وقت اللي بتكون حاطة النص أو بتعرف شو اللي بدك تكتبه فأنت إيدك لازم يتكون موجودة دائما على الكيبورد إذا شلت إيدك ووديتها للماوس وبعدين رجعتها للكيبورد أول شي هذا تقضي عليك وقت وتاني شي مسك الماوس هو بالأساس يعني غير مفيد غير صحي فمشان هيك يفضل أنك دائما أنك تستخدم الكيبورد وقت اللي أنت بتعرف أنه كل شغلك رح يكون عبارة عن كتابة نصوص تحرير نصوص تعديل نصوص وبالنسبة للليبري أوفيس هو بالأساس يعني شغلته مختلفة فيه له وظيفة مختلفة تماما عن محرر النصوص اللي عمالنا نحكي عنه فمشان هيك الليبري أوفيس أو الورد أو هاي البرامج التانية ما بتغني أبدا عن محرر النصوص اللي هي يعني اللي أنا ما بهمني فيها الفورمات ومن هالأمور هلأ خلينا نشوف انتو تركولي بالتعليقات إذا حدا منكم يستخدم الفيم حدا بيستخدم الإيماكس إذا حابين أنه نشوف فيديوهات أكتر عن الاتنين أنا من كام شهر أعملت فيديو مقدمة عن الفيم بس شفت أنه أغلب الناس يعني ما هتمت بالموضوع هلا هو بالأساس يعني لسا كانت القناة بأولها فيعني ما كان فيها يعني هالإقبال أو المشاركة ما كان فيها التفاعلية بس إذا انتو حابين تشوفوا محتوى أكتر عن الفيم والإيماكس تركوا لي هذا الكلام بقسم التعليقات أكيد أكيد إذا انتو حابين أنكم تتعلموا البرنامجين أول شي راح نبدأ بالفيم لأنه طبعا يعني أنا عندي خبرة منيحة بالفيم باستخدمهم كثيرا والإيماكس أنا هلا عمالي أتعلم الإيماكس ومتى ما صار فيه عندي يعني قدرة أني أعطيكم الأشياء اللي تعلمتها وكيف ممكن أنك تخلي إيماكس هو صديقك بالحياة أكيد راح نعمل سلسلة كاملة عن الإيماكس لأنه صراحة يعني أنا شايفه هو الأفضل أفضل محرر نصوص ممكن أنه المستخدم العربي يستخدمه إذا كنت بتكتب نصوص باللغة العربية لا تنسوا مشاركة الفيديو لا تنسوا ترك التعليقات مثل ما حكيت بالنسبة لغير المشتركين الاشتراك ما بكلف أي شي بس أكيد إذا اشتركتوا راح يوصلكم كل جديد من نوفرتك بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة